مازال خير يا جماعة و اهلا بسهلا بكم لها الموضوع الجديد موضوع عن جد ممكن يجي نبالنا كله كل يوم من اللحظة و كل يوم من عيش وهو موضوع مرض البحث عن الشهر شو يعني يعني اذا بتلاحظوا مواقع التواصل الاجتماعي من فيسبوك تيك توك انستجرام او يوتيوب فان معظمها مقاطع فيهم ناس عن جد هوسهم يقولون شو لي كيف يعني؟ يعني اما هذون الناس بدوروا على ترند معين و بفوروا عنو نقطة سواء كان فيلم و مسلسل و بنية او اي موضوع او مثلا بتطلع بتفرجيني طريقة المكياج ولا طريقة حط المناكير او بتحكي اسخطها لي كتير ممكن تأثر بحياتي عن فكرة هذا الموضوع لما طلع معي طلع من مقطع يعني كنت شايفة مقطع على فيسبوك ببرنامج معروف كثير و كلنا من حبه و اعلامي يعتبر انه اعلامي مؤثر و هو صدقة اللي متابع على الانسجرام عنده كتير مبادرات و طيفة هو اعلامي مالك مكتبي بصراحة ببرنامج الأخمار في خط العريض و لكن انا اللي لابت انتباهي مش البرنامج اللي هو كتير معروف ولا حبه الاعلامي انا اللي لابتتني الضيفة اللي مستضيفها مالك مكتبي الضيفة هي صبية مصرية اسمها نورا البنت طابعة لابسة لبسة سندريلا يا جماعة الخير كلنا منعرف انه سندريلا هي شخصية خيالية افلام كارتون انا ما عم بنتقد فيها او ما عم بنتقد فيها كل انسان عنده انسانا او عنده شخصية معينة بعتبرها قدوة و مثل اعلى بس هاي الانسانة بصراحة او ما عندها مشكلة نفسية او عندها نفس بحياتها ما ادرت تعبر عنه بطريقة الصحفة اشبه على ترغبتها عن طريق سندريلا انا ما مش هاي القضيتي الاساسية ولا هاي المقطة الاساسية اللي بدي احكي لكم عنها انا عم بحكي بشكل عام يعني عن فكرة انه يصير انه الشهرة عبارة عن مرض انا بس بدور على الشهرة مش بس هذا المقطع المحيل اذا بتلقي المقطع الفيسبوك بشكل عام انستجرام يوتيوب تيك توك وخاص فضل تيك توك بعد تجربتي معانا مدة معينة مش قليلة حوالي ثنتين يا جماعة نظرة تتدور بس اني انا اكون شخص مشهور معروف طب لما انا بكر اني يكون شخصية مشهورة او معروفة ما بفكر بتبعات هاي الشهورة ومش عم بحكي عن التبعات السلبية او الايجابية انا عم بحكي عن تبعات بمعنى الرسالة يعني انا لما اكون شخص مشهور او بدم ادون على اني اكون شخصية مؤثرة انساني مؤثر او انسان مؤثر لازم اكون حامل او حاملة رسالة هادفة رسالة نبيلة رسالة تأثر بحياة الناس وش بس اطلع اعلم طريقة الملكير ولا اعلم طريقة صبغ الشعر ولا احط مقطع لكافة شاي مع ابنية او غيره او غيره تمام يعني انا لما بدي اطلع على مواقع التواصل الاسمائي اللي صارت مواقع اساسية بالحياة وصار بطل انهارنا يمر عم جد الا اذا استحنا فيسبوك الاستجرام يوتيوب وتيك توك وانا ما عم بحكي بصفتي ما باستخدمهم انا عم بحكي بصفتي شخص يستخدمهم يومية يعني انا زي زيكم انا باستخدم هدول المواقع يومية وبنزل عليهم مقاطع كل فترة وفترة سواء فيسبوك انستجرام يوتيوب او تيك توك كلهم عم باستخدم هدول و تويتر كمان كل المواقع التواصل الاجتماعي انا عم باستخدمهم زي زيكم بس الموضوع صار مش خفز صار بالنسبة لي مزعج اني افتح التك توك كل شوية الاقي واحدة بطبخ طبخ كمان حلو انه يكون عندك كوية الطبخ و انك علمي الناس بس لما كثير الموضوع حوس كل المقاطع عن الطبخ ولا كل المقاطع عن التجويل ولا كل المقاطع عن فنانة نفس الفسطان معين و ان كل المقاطع عن اغنية ضربت شوي بصير الموضوع انه بتصير تدور انه وانا رسالة طب اوكي الاغنية ضربة و حلو نستمتع باغنية حلوة حلو نستمتع بطبخة زاكية حلو نستمتع و بالتعلم بشكل عام مثلا ما يصير الموضوع هو اصير اقدم اي رسالة تطلع براسي زي ما ارسلتكم حالة عنوران تحديدا اللي طالعة تحكيلي انا بدور على الامير و بدي اتزوج على طريق سندريلا و بدي عيش حياة سندريلا و سندريلا بتيجيني بالمنام عن فكرة يمكن شايفينه انتم مقطع على فيس بوك لانهم مقطع يعني مش عارفه هو متير للشفقة ولا متير للتحك انا ما عم متقد هاي كإنساني بس احنا نشو نسلط الضوء على هايك ناس فيه قضايا كتير اهم مش نسلط عليها الضوء في ناس كتير اهم بالتحكوا انهم نسلط عليهم الضوء اكتر من هاي مش واحدة عايشت لدور سندريلا و انا برجع بغنكم انا ما عم بنقطع فيها انا اذا بحمل المسئولية بحمل المسئولية اللي صلط عليها الضوء يعني لالاعلام اللي صلط عليها الضوء و يمكن ان تلفت لانتباه بس يعني في اسف كتير تستدعي انه نهتم فيها و نغير فيها هؤلاء زي ما عم تتوقف كاعلامي و كبرنامج احباد القطل عليهم هو برنامج اهو رسالة معينة وهو كاعلامي احنا ما مقدر ابدا ننقص من نجاحه تمام؟ و كإنسان مبادري يعني انا متابعة على انستجرام اذا انا اللي دافت انتباهي بهالمقطع طب شو رسالة شو لعبرة شو فائدة شو رح اسفين انا من واحدة عايش لدور سندرالة طب و عاشر دور سندرالة وبعدين لقيت الامير و انا ما لقيته انا شو رح يأسر في حياتي انا هذا الموضوع اللي خلاني ادور او احكي معكم عن موضوع البحث عن الشهرة او مرض البحث عن الشهرة او صار مرض صار اي حدا بيطلع باي حكي عشان الله ده فرج علي و كل ما كان الحكي اسخط لنبالكم كل ما كان الحكي اسخط كل ما الناس من شدة تتابعوا اكتر هذا الغريب نمط الناس نفسو طغية يعني الناس قبل قبل غدرة معينة عذاب تقرأ لكم 5-6-2 تشعروا الناس ما كانت تدورة على هذا الموضوع على واحدة عايشية لدور سندرالة والواحدة بتعلم طريقة المناكير ولا طريقة المكياج انا ما عم بنتخص من هدول الناس انا ما عم بنتخص انا اقلي عم بحكي انه انت كإنسان او انتي كإنسانة بس طالعين تفرجونا كيف طريقة المناكير اللي انتو بتحطوه ولا طريقة الشعر اللي انتو بتستسلموه ولا ولا موس الشعر ولا ولا نوع البتعين اللي انتو بتستسلميه بالطبيع يعني هاد اشي صار مبالغ فيه انا بس بدور على مقطع ان شهر من خلاله او بجيب ممثلة ولا مخربة لك تستسطان معينة وشفت الموضوع طلع ترينب ترينب فبس تخدمو مباشرة ليني حكيت عن نفس الموضوع طب ما انتو اذا كانت الرسالة تلبية عم بتعززوك هلا اذا ايجابية وكم جشروها اوكي مع العلم انه معظم الرسائل عم تطلع عن تيك توك تحديدا اوكي ما الها معنى وما في منها عبرة معينة انا بس عشان شفت الترينب اشعال الترينب وصلني من تيك توك فانا يا اي ترينب خديني انشر فيه عشان انشهر مع العلم انه ممكن اي حدا ينشر بأي موضوع وهاي حرية شخصية بالنهاية صناعته محتوى حرية شخصية للشخصية بس انا اللي عم فعلا يستمز لي كثير مرض البحث عن الشهر اللي صارع انه مرض انا بس بدي على ثانت الكاميرا بتطلط عليه ويقول هل فلانة تحكي بالنظور فلانة لا يا جماعة شهرة مسؤولية لما دك تكون مشهور بدك تحمل مسؤولية لشهرة انا مش بنشهر بالمقاطع السخيفة اللي ما الها معنى انا بنشهر لانتون عندي رسالة نبيلة اقديها وطلعوا على الناس المشاهد اللي بستحقوا الشهرة وحطوا تحتها مليون خط هاي اللي بستحقوا الشهرة حتلاقوهم ناس نبيلين ناس بستحقوا يكونوا مشاهير بستحقوا الناس فعلا تتعلم منهم لانهم اشخاص فعلا المؤثرين مع العلم ان هادول الناس المؤثرين واللي اصحاب رسالة نبيلة غالبا كمان كمان بيكونوا عم بقدوا رسائل تحت الضوء او بخلف الكاميرا تمام؟ يعني صاحب الرسالة الحقيقي رسالته بتكون مربوطة بكل حياته بكون بكل حياته هو هيك مش بس قدام الكاميرا هو هيك مش بس قدام الكاميرا هو صاحب رسالة او قدام المايكروفون في حال كان اعلامي بالراديو يعني هو بكل حياته صاحب الرسالة و بكل حياته اقترب الناس بكل حياته غير حياتنا ناس كثير كثير ممكن هذول الناس ما يقدروا يشكروا ممكن ما يقدروا يطلعوا على قدام الناس و يقولوا له شكرا ليه بلان لانه افجمنا او دعمتنا او 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 يمكن يكون كمان من النوع ما بيتدول على كل شكرا لانه بير من هذا الاشي من صميم دافع انساني من جواتي هدول الناس و من بس سهل و شهرة مش ناس بس بدوروا على ترند انا بلحقوا بركض وراه لو كل انسان لو كل انسان بيدين شهر بيدين شهر بيدين شهر كان كل الناس ان شهر من العلم الشهرة اشي كتير حلو اشي مش مش بس قيلو سلبياته كمان يعني انت بتكون مقيد نوعا ما لانك صف مشهور والناس تتبع زي ما قلتكم اذا كنت شخص ناجح يعني كمشهور مش كل المشهير مشهين ولا كل الناس المشهير بيستحقوا الشهرة في ناس ان شهرت من ورا مقاطع اللي بقولكم عنها يعني اللي ما انها داعي السخيفة بمتها الطرق المقاطع السخيفة انا اذا بدي اكون مشهور ممكن اكون مشهور باي مجال مش بس بالاعلام انا عم بحكي ولا بمواقع التواصل الاجتماعي ممكن اكون مشهور باي مجال مشهور بمجالي لان انا شاطر او ساطرة وبقدي عملي كما يجب بمستوى مرموق ومستوى رفيق بس يا جماعة يا ريت انخفف يا ريت عن جد من قلبي بتمنى انخفف مرض البحث عن فوق اللي صار منتشر بطريقة مستفسية وبس وزي ما قلت لكم فاتحة الموضوع كانت مقطع من برنامج احمر للخط العريض بس دقوني مش هو بس المقاطع كلها بشكل عام على مواقع التواصل الاجتماعي الخير المستفسية على امل ان يتحسن مستوى هالمقاطع ونزين ندول فعلا على الاشخاص اللي بستحق الشورى والاشخاص اللي فعلا لانهم رفاق النبيلة ونتبعهم هدول الناس لانهم فعلا بكونوا مثل عام وبس ضلوا بخير بعطوني رأيكم بالموضوع وعنجد من قلبي حابة اني اسمع يعني اسمع عرائكم واشوف تعليقاتكم حول هذا الموضوع فانا بتلاحظوا هاي الملاحظة مثلي ولا انا عم ببالغ وبس ضلوا بأس خير وصلا كل ايامكم بسعادة ونجاح وتوفيق من رب العالمين الى اللقاء اشتركوا في القناة